لقاء جديد لبشار الاسد مع وسائل اعلام بلجيكية برز فيه كما في سابقاته دفاعه الشديد عن شرعيته دبلوماسيا اما عسكريا فقد حملت المهمة قوى ودول متعددة ادعاء جديد اضافه بشار في سياق دفاعه عن شرعيته عندما قال ان والده لم يكن له يد باصوله الى السلطة ادعاء كذبته شهادة الملحق العسكري الروسي الاسبق لدى دمشق فلاديمير فيودورف عندما اكد ان حافظ استجدى وزير دفاعه مصطفى طلاص لتثبيت بشار خلفا له خاصة وان الرئيس قال التالي في ختام المحادثة انني على الارجح ساغادر الحياة عما قريب وانت ستعيش باسم صدقتنا السابقة وباسم جميع اعمالنا التي قبنا بها معا ارجوك ان تساعد بشار فبكى مصطفى طلاص اي تصريحات بشار الجديدة اشارت لامر اكاد لا يخفى عندما المحا الى صدفة تبرر وجوده بعد ابيه في الحكم صدفة حققها متباس للمفاجئ بعد اعداد طويل من قبل حافظ على ما يقول سياسيون اما وراثة بشار للرئاسة فهندسها طلاص بواصية مباشرة من حافظ الذي كان يحتضر بشهادة فيودروف نفسه عندما كان لابد من تعديل الدستور وعندما كان من الضروري منح بشار الاسد الرتبة العسكرية اللازمة وعندما كان لابد من اجراء تعديل بشأن السن لحصول بشار على منصب الرئيس جديد خطاب الاسد ادعاؤه بان عائلته لا تملك سوريا زعم يقول ناشطون انه صدق فيه دون ان يدري على اعتبار تقسيمه البلاد قطعا واجزاء قدمها للروس والايرانيين مقابل حماية ما بقي من سلطته نقطة اخرى شكلت قاسما مشتركا بين لقاء الاسد الاخير ومقابلاته الصحفية السابقة عندما ركز على الدعم الشعبي له ولنظامه في اشارة الى ان بقاءه على رأس السلطة مستمد من الشعب متجاهلا التصريحات الروسية والايرانية حول سقوطه الوشيك لو لا تدخلهما العسكري ليبقى هو ويتشرد من لم يموت من الشعب اشتركوا في القناة